جديد الجميل في هذا الأسبوع علي نصار فيه شيف جديد الأستاذ ساير النهار حضر في فقرة المطبخ وأول يوم حضر فيه ساير انطبخه السنبوسة أولاً أريد أن أتحدث عن ساير أول شيء الله يحيي الله يحيي و يا مرحبابا لكن بدأت أقتنع أن الشؤم ليس في الشيف الشؤم في نفس الفقرة ولا في نفس اللوكيشن ولا في نفس الديكور الفقرة هذه جاسة كأنها لعبة رعب تطالدني في كل برامج يعني أنت مديل أبو علي باعتذار الآن أمام الشاشة اللي تظلمته يعني تقول مبن شسمه الشيف إنما من الفقرة نفسها لا هي فقرة شؤم يعني أبو علي كان ضحية الشؤم هذا لا أبو علي يعني منبع الشؤم يعني هو الجه هو والشؤم والجهن لهم لواحد الله يسترع عليه بالخير يا رب و مسي عليه الفقرة هذه صراحة جاسة تهرقني يعني أحاول أدور لها أي حلول على مدار سنوات كيف مثلا نسوي قرعه طلع متساء في واحد مثلا مات ما جاء نايم أشي الطرق بديلة هي بلو الأخير معقدة و نؤمن أنها معقدة لكن الأخطاء جاسين نشوفها يعني حتى في ريق اليوتيوب أتوقع عنصد كتب زيارة سيارة النهار أو كتب دخول سيارة النهار ما يدري هو الشيف وهو جاي يبيستر محقوق بيراجع في دائرة حكومة ما يدرون شي بغا ما يدرون يعني لو كان التقديم بشكل واضح أنه هذا الشيف ساير النهار سيشاركنا إن شاء الله بذل الله التقييم إلى نهاية البرنامج حس أن المقدمين شوي ضائعين تايخين استمرار الطبخات حتى الأرفة اللي يعرف يطبخها وحنا قلناه وسبقناها في الردال قبل يومين السنبوسة وبيجبون السنبوسة وبعد يومين بيجيبون القيمات فالتخبطات هذه ما أدري شوف بعلمك حاجة وعندي نقطة مهما حدث من أي تخصيل من أي جهة معينة لابد أن تقاتلك مقدم على فقرتك إذا ما قاتلت على حضورك وقوتك في الفقرة تمثلك أنت الفقرة يا سلام عليك الفقرة تمثل نواف التميمي سيفي لك أخير إذا ما قاتلت لأنا معلش عندي واحدة أو ثلاثة طبقت ولا أنا أعتذر خلاص حقك أما سنبوسة ندومي القيمات ما بقي شي يعني بقي تجيبوننا هنا بيض مسلوك حلقة كامعة البيض مسلوك ف زي هالأشياء أنا ما تخيئت يوميان بيصير بورغر في ثلاث دقائق ونص خلص يعني كمقدم ممكن تفكت تقول أبغى أجيب طبخة حتى لو أنها سهلة بس أن طويلة تحضير تحضير عشان أقل شي أنه يمديني يشغل عني متسابق لكن لو قلت بورغر مسك واحد و ثاني جس يطالع فيني كده طب الثالثة نماسك أسفل مع الرابع خلص يعني زي نبي طبخة زي تعليقك على الموضيع تأخذ ما شاء الله ثلاث دقائق و ثلاث دقائق و نواف و بورغر كده دقيقة و أنا أبو علي و الجمهور يضحك أنت عارف أنا أمسك ثلاث دقائق كليس صح أو الله سيد سعود صح أو الله لا 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 نواف أنا أسألككم من جهة ثانية و ندخل هل تعتقد حشرني الله يقول هل تعتقد أن اختيار الطبخات يعني نحن أسبوع اللي راح كنا نتهكم على فقرة المطبخ و كنا من باب السخرية كل واحد مننا اختار طبخة حق ترفل و اختارنا سنبوسة و حط هل يعني مطبخ يبغى نذكره في الرادار مرة ثانية لا أشوف هل ما أدني هي من بداية فقرة الرادار كان كل يوم أو شب يومي يعني نطري طاري المطبخ في أول محور نتحدث عنا دائما المطبخ ايش الاسباب يعني وصلنا اليوم الاربعين أو خمسة ثلاثين اذا كنت تذكر يعني كانت عندهم مشاكل في السياسة يعني في العد الحساب كانت عندهم مشاكل كثيرة خلصنا منها تبدأ أنه لازالت عندهم مشاكل في الاعداد خلصنا من مشكلة الاعداد لازال عندهم نقص في الطبخات يعني يجيب لي طبخة مدتها ثلاث دقائق لأربع دقائق على كلام علي وذكرناه سابقا عندك فراغ طويل ممتاز هذا الفراغ الطويل ممكن نجيبنا طبخة طويلة وخلي المتسابق وانتنا يتكلم عن طبخته لأن هذا الفكرة المطبخ يعني يتكلم عن الطبخة التي قاعد يسويها لماذا كلما زادت الطبخة كلما زادت الأخطاف المتسابق ستطلع بشكل كوميدي وبشكل حلو لماذا؟ لأن السنبوسة سهلة على طول قلي وانتهينا ما فيها اي شيء ذواقة هي كلها بزيت شيء بيحترق و شيء مو محترق يعني هذا الفرق البسيط بينها بس اما إذا كانت طبخة كبسة لحم مثلا كبسة لحم لا شرايك أنا أعلم لا مو كل يوم كبسة لحم أنا أقول لك لا 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 أنا أقول لك أنه شو اسم يا الله كلما زادت طبخة كلما كان لحمها أكثر لا في اليوم كبسة برياني بكرة مقلوبة سمك صيادية صيادية بعد بكرة ترى في طبخات كثيرة بعد مدري وش على الفرن تحمير عشياء كثيرة بشمل يعني في لح بيعاني لحظة يلا تفضل والشيء الثاني و أنا أرحب ساير النهار الصراحة نوّرنا لكن مفرض أن نعلمون أنه راح يكون في شيء جديد لأنه تفاجأت أنه حسبت كتش كان يمرنهم الصباح لا هذا فقرة عنده حاط يقلم أنا حسبت أنه كتش قبل ما يكون أنه شيف فهمت عشان كي يقول لك من ضياع الكبير في وقت المطبخ لا يعرفون يتصرفون بالفقرات التي تدخل المطبخ هنا المشكلة حسنا شباب ما رأيكم نقط نحن الثلاثة نشتري كتاب طبخات ونجلب لهم هدية أكترح عليهم أكترح الاتفاق مثلا مع أحد الأمهات المتابعة للبرنامج تمام يوميا تعطينا طبختين وتعطينا المقادير نعم يكون عندك اتصالين في الليون في المطبخ ممكن طبقت فاروانت السابقة بس أنه الفكرة برضو جميلة عشان يكون فيه تقنين للبربسة اللي جازت تصير في المطبخ يكون عندك تصالين تصال الأول الفريق ألف تصال الثالث الفريق باء في بداية الفقرة عندكم واحدين ثلاثة أربع مع السلامة بدون تسجيل ورق وتوقعنا طبقت في السوق اللي لم تخلني الذاكرة أو طبقت في برامج قبل تمام ثم بعدها فيه الضياع اللي جازتين نشوفه في المطبخ من ناحية أنه تابلي سنبوسة بورقر يعني بلول الخير يعني ترمى عليش يعني لا نكتبها لبعض مطبخ الظهر المشكلة انتاج ولا المشكلة في المقدمين ولا المشكلة وين يا أخي لول مشكلة في إن شاء الله كل الشباب في القناة لا بد أن تقاتل لفقرتك تدري لا بد أن تقاتل لتظهر لفقرتك على أكمل وجه صحيح أقدر أطلع بفقرة جميلة إذا أنا تنازلت قالت خلاص رحي مين يا أبشر اليوم مو لازم تطلع بمايكات تطلعوا بالمايك ذا حق المسارح مو لازم بدي المايكات خربانا لا ما أطلع ما أطلع يا حبيبي كيف تعطي مايك كده و تقول يلا أطلع الفقرة ما أطلع يا حبيبي يعني يعني ما عليش فيه أشياء أساسية ما تنازل عنها إذا أما حياة تسر الصديق لأنه فعلا كل الفقرات برنامج كاريزما طبقت في المطبخ رياضة طبقت طبقت ألعاب طبقت أسئلة زياد طبقت فقط المطبخ مقالب طبقت في المطبخ المكتبة كل شيء كل الفقرات حدثت بقى الرادار لا صارت الرادار ايه يعني أقولك كل الفقرات صارت في المطبخ بسبة الوقت الطويل يصير يعني طبخة ثلاث دقائق ووقت طويل لما نهاية لما ندري نواف خلني عندك إلى الآن مثل ما قلت أنت ساير النهار دخوله تمريم في البداية طبخة سنبوسة جايني مشخص علشان كثير من الناس قالوا ترى زائر يعني ايه احنا ما ندري شخصي كنا ضيف انا توقعت او لا بيلقي قصيدة انا توقعت والله هي قرب واحد مشاوه هنا في برنامج هل لا ندري ايه والله اني احسب انا لنقال لي علي ما ندري انا حسبت ضيف بعد حتى في الظهر يستضيفون السؤال هل تتوقع ساير النهار سيرفع الفقرة لأننا صعبة لنحكم ونعطيها لا حكم على ساير لكن هل سيرفع من مستوى الفقرة ونحكم على ساير لأنه لا يومين على فقرة المطبخ لكن يرفع ممكن ايه او لا ليش ممكن لا اذا كانت على ساير انا نقول ممكن اجابة ضبابية نواف لا مستحيل اذا كان هو ساير الحالة لا اذا كان هو ساير الحالة في معال مقدم او لا تشوف الفقرة اصلا من قبل المشكلة انا نقول لك المشكلة لا نقوم باسم المقدم نفسه المقدم لا يعرف مين الغلط منه كل واحد يرمي على الثاني فعشان كده اقول لك مشكلة المطبخ ما هي مشكلة بسيطة واحدة مشاكل كثيرة وتمر من الاعداد الاخراج كل واحد قاعد درمي على الثاني فعشان كده مشكلتنا مطولة مرة وصلنا اليوم الستين ترى اليوم الاخمسين نتخيلنا وصلنا اليوم الستين يعني شهرين من البرنامج ان شاء الله يوم تسعة وثمانين تنحل مشاكل المطبخ ما ادري ينجح ساير ولا ما ينجح 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 اذا استطاع الاضافة الصحيحة السليمة يعني قدر يعد القوانين المطبخ وعرف يعيد الهيكلة القوانين واضحة لكن المشكلة وين مشكلة في اختيار طبخات على اختيار الاسئلة وجودة على اختيار كيف القوانين واضحة و يوم يحطون تعادل يوم يحطون تعادل يوم لا في يوم صارت اعلنوا تعادل تدري رجعوا الفار بعدين رجعت هذه ليش مصحبين يا اخي وانا بس اعلن سالفة يا اخي اذا احنا كلنا شباق وعشنا برامج واقع والكل يعني عاش المنقوع نعلم ان الطبخات بعضنا تكون بدون ملح ملح زايد دجاج جني دجاج محترك عادي تقدر تدخل في التقييم بدون موضوع اللي الاكلت التقزز زايد هذا نعم خلاص هم طبخوا خلط خطأ عطى خطأ الملح زايد هنا ومحروقة اكس هنا ملح كويس بس انها نية ايجابية هنا بس انا انا ما اعطبخ وعرفت انه لازم اميز هنا الملح موزون بس انها نية هنا بونوس ون هنا محروقة ولمحنا اقص صفر طيح انتهى الكلام ما يحتل افصل ليش اخدتنا صفر هذا تقييمي تبقوا يا توك يا الله ما فيه الله انا اقتر احنا كم تاخذون علي في المطبخ لا الله لا يحيير عدو سلامة فكنا فكرة الظهور تنجح لا 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 فكنا عشان تتوام لا 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 دوام في حال ماك صلح يعني ما تكنات فارقنا حتى عنا ما نكتر ظهر شمس تقال مثل عبيد حاط مثل فكر طعا عبيد اسمع 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 انا طالع عبيد فارس ترثوني تطالع من عنده قاعد يرشيني قاعد محاولة تقول نواف تاكفى يعني هذه المرة مش هالي فيش يقول لا تنتقدم فقرتي ترى فقرتي والله العظيم بن يتعب علي هو قل بسعف مني الصباح صح محمد عباسي فقرة محمد عباسي ايام منقابلة كاريزم يجي قبل الحلقة بثلاث دقائق ونص وانا وتركي كذا نطالع في ذهر عده عقافة كبيرة